ايوا كده جمال اوي انا كده خلاص جهزت الترطة الماما عشان اعمل لها مفاجأة عشان نلعيد الام اكيد الترطة دي هتعجبها جدا جدا الله شكلها حلو خالص انا فرحان اوي احاول اشيلها بقى كده عشان اراحة اديها الماما اه ايه ده انا مش اقدر اشيلها الترطة دي بقى اتقلة اوي كده ليه ايوا شكل عشان عملتها بحجم جبين اعمل ايه اعمل ايه انا زعلان خلص انا مش عارف اقول لي ماما كلس انا وهي طيبة ايه ده مالك يا سنبا بتعيط ليه انا مش عارف اشيل الترطة بتاعت عيد الام ايه ده انت عامل لمنطق دي ولا ايه ايوا انا اللي عملت لها الترطة دي بقى دي وقلت اعملها جبيرة عشان اقول لها انا بحبها قد ايه برابا عليك يا سنبا خلاص انا اشيلها معاك واروح انروعنا وانت نودها لها مش شكرا يا اردون هتعبك معايا انا عفو يا سنبا احنا اصحاب يلا بينا واحد اتنين ثلاث يا نهر قبيل احنا مش قادرين برضو انشالها طب استنى استنى ظروفة جاي هناك ايه يا ظروفة يا ظروفة ايوا يا اصحاب الزياجوا عاملين ايه الحمد لله يا ظروفة بتينفع تشيني معينا الترطة دي ايه ده يا سنبا انت عامل ترطة ايوا انا عاملها لماما عشان عادي الام قلنا يا سنبا دي فكرة حلوة خالص خالص حلوس انا هساعدك يلا بينا كلنا نشلها اه اه برضو يا اصحابي مش قادرين عليها ممكن تبوز كده مني اعمل ايه المفاجأة بوزت ما تقلقش يا سنبا انا هروح انادي عليها واقول لها ان لانا محتاجة جدا عشان الموزة بتاعتي واقت مني فكرة حلوة قوي طب يلا استنوني انتوا هنا واستخبوا وانا هروح اجيب طنطم و سنبا واجيلك على طول ونعمل لها المفاجأة هنا ماشي ماشي انا موافق فكرتك حلوة قوي يا قرطون طنطم و سنبا طنطم و سنبا ممكن مساعدتك طبعا يا حبيبي يلا عايزني في ايه اه الموزة بتاعتي واقت ومش عارف اجيبها ممكن تيجي معايا حذر يا حبيبي انا جايا معاك اهو ايه دا ايه دا كل سنة وانت طيبة يا ماما كل سنة وانت طيبة عشان عادي الام والله يا سنبا انت يا حبيبي اللي عملت طرطة الحلوة دي ايه يا ماماresident طيلة صالح عشان تعرف انا بحبك ايه يا حبيبي يا سنبا حتى لو كنت عملتها صغيرا انا وردو عارفة اللي انت بتحبني كفاية اللي هي من ايدة وانت فتكرتني كل سنة وانت طيبة يا احسن وانت طيب يا حبيبي شكرا يا أصحابي اللي انتو ساعدتوني على اي يعني يا ثابة كل سنة وانتو طيبة يا طنطم سابة كل سنة وانتو طيبة يا طنطم وانتو طيبين وانتو كمان يا حبايبي ما تنسوش تجيبوا هدية عيد الأم الماما اي حاجة بسيطة ولو حتى وردة واهم حاجة ما ننساش نقول لها كل سنة وهي طيبة ونقول لها اللي احنا بنحبها قد ايه واللي هي اكتر شخص مهم في حياتنا وما تنسوش بقى توسوا اللايك الاسبوع مرفوع لفوق وكمان تشتركوا في القناة مع السلامة باي باي اشوفكم فيديو جديد